موسيقى المشاركة السياسية للنساء الموضوع للشباب الموضوع كذلك الدموقراطية التشاركية كل واحد من جانبه بطبيعة الحال بالنسبة لمشاركة السياسية للنساء كان استحضار للبعد الكوني استحضار الحقوق للإنسان مدى مساهمة القوانين سواء تنظيمية ولا القوانين النص الدستوري في إقحام المرأة في المعترك السياسي بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من القوانين التي نصت على أحقيق المرأة في المشاركة السياسية سواء من ناحية الكوطة أو من ناحية خلق ما يسمى بفرص من أجل إتاحتها للنساء من أجل مشاركة في تدبير الشأن المحلي بالنسبة للشباب تناول كذلك السيد المتدخل موضوع الشباب وهو هم كبير وركز على نقطة أساسية وهو أنه من ضروري أن يتفعل النص الدستوري الذي يتحدث عنه الشباب والطفولة وأنه باعتبار أن هذا النص هو نص الدستوري كان من الأجل أن يفعل في البداية ثم من طبيعة العالي بعد ذلك ستنطلقهم جموع منه الرؤون المراسيم والقابلين التنظيمية أستاذ بالمقارنة مع وضع المرأة في العالم العربي خاصة من الدول المشاركة معنا في هذه الندوة في الدول العربية يبدو أن المرأة أو المشاركة السياسية في المغرب مقارنة مع الدول العربية أكبر وحظاً من زميلتها في الدول العربية الأخرى أولاً المغرب كانت باقيها القضية واعترف بأن المجالس سواء المنتخبة المحلية أو الجهوية أو حتى الوطنية يعني تعيشوا على نوعين من الخصاص فيما يتعلقوا بالتمثيل السياسي للنساء لذلك جاءت فكرة الكوطة وهو تخصيص نسبة للنساء من أجل الوصول إلى المراكز سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهات والجماعات في البداية كانت محاولات لماذا جاءت هذه المحاولات بعد ملاحظة على أن هناك غياب تام حيث لا نجد صفر أقل من 1% تمثيلية النساء من نسبة الجماعات وهذا لا يبشر وهذا لا يبشر الخير ولا يعني يدعو إلى أن نقول على أن لدينا مثلا مجتمع مدني أو مجتمع حداثي أو مجتمع ديمقراطي حداثي أو مجتمع يعني ينظر إلى المرأة بنظرة تفاؤلية أو بنظرة محترمة أكيد أستاذ أرى أن الكوطة هو إجحاف لحضور المرأة بشكل مباشر في الحقل السياسي المغربي؟ الكوطة هي سيف ذو حدين الكوطة لولا الكوطة لما ولج النساء إلى مراكز القرار لولا الكوطة لما تقدمت مجموعة من النساء إلى المشاركة السياسية لولا الكوطة لما تقدمت كذلك الشباب إلى المشاركة السياسية ثم أن الكوطة هو تقريبا معيار دولي معيار دولي يعطي الفرصة فقط هي مناسبة أولية لإعطاء الفرصة للنساء من أجل الولوج والما يكتسبن هؤلاء النساء مكانتهن وأحقيتهن في المؤسسات أكيد على أن ربما الكطة ستتغير من هذا الفهم إلى الفهم آخر لأن حتى وإن جاء القانون بالكطة وإن خصص لها مثلا لأن الكطة جاءت في البداية بنسبة أعتقد 30% بعد ذلك بنسبة 60 عضو و30 عضو للشباب ولا يمنعها من مشاركتها الانتخابية كحرة أو في لائحة أو كفرضية بمعنى أن الفرصة طاعة ومع كل ذلك فإن التمثيلية لا زالت ضعيفة على اعتبار أن أعطيت لها مجموعة من التسيلات تمجموعة من الإمكانيات من أجل إبراز قدراتهن وأعتقد على أن النساء بإمكانهن أن يصلنا إلى المراكز مستقبلا بكيفية أكثر على ما هو عليه الآن ثم في قراءة أولية على أن مؤخرا تم تخصص نسبة 30% ومع ذلك فإن النساء لم يصلنا إلا فقط 21 حوالي 21% وهذا يرجع إلى ماذا؟ هل النساء لا يمكن يتقدم؟ هم لم يتم تصويت عن النساء لأن أوتوماتيكم يتم تصويت عن النساء بتصويت على اللائحة التي هي الرجل؟ إذن هناك علامة استفهام لا يمكن دائماً أن نخاطب الجهات على أنها مثلاً قلصت في حق المرأة أحياناً المرأة لا تتقدم أحيان المرأة لا تتشجع أحيان المرأة يعني أماكن التي تتشجع فيها المرأة يعني أماكن محصورة جداً ولكن هناك أماكن أخرى تعيش فراغ على الرغم من دعوتها من دعوتها إلى المشاركة ولا أدل على ذلك نجد بعض المجالس لا تحضرها المرأة نهائياً حتى وإن كانت مستدعية لحضوري أشغال الدورة أو لحضوري أشغال ليجان أو لحضوري شيء من هذا القبيل لماذا؟ لأنها فقط صوتت من أجل الكوطاء ومن أجل مثلاً ملء المكان لحضور رمزي من أجل ملء مكانية في البداية كانت هناك أربع نساء على المستوى للجماعة انطلاق من أربع نساء في البداية في انتخابة 2009 كانت هناك إمرأتان ثم حسب وضعية الجماعة وقت ذاك قراوية أو حضارية الآن انطلق العد من أربع نساء وتم وضعهن في الدوائر التي تتوفر على أكبر النسبة بمعنى أن هناك إشارة على أنه المصويت على الرجل بطريقة الأبخرة سيتم تصويته على المرأة في لائحة وائحة لكن فقط في أربع نساء وائحة لذلك سميت باللائحة الإضافية عكس ما كانت اسمها باللائحة الملحقة وفي كل الحالتين بقيت المرأة مرأة إما لائحة ملحقة أو لائحة إضافية لا ترقى إلى مستوى لائحة خاصة بالنساء وأعتقد على أن الأمر ربما فيه نقاش وفيه كذلك إعادة القراءة من جديد يعني سكرنا بطبيعة الحال ما يسمى كما نقول في الميدان المعلوماتي الفورماطاش الفورماطاش من جديد لأولا لتحسس النساء ثم التعبئة لأن أغلبية النساء المشاركات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني لهن من المستوى الكبير وهذا مؤشر إيجابي هل النساء أقل فسادا في المغرب أو في العالم العربي من حضر الرجال في الحق السياسي؟ صحيح صحيح هذا يسجل على المرأة يسجل على المرأة لعلا أن تدبيرها تدبير محكم تحكم تدبيرها رشيد يعني لا تعتمد على المحسوبية بل تعتمد على القوانين تعتمد على المساطير وهذا مؤشر إيجابي لذلك قيل نعم قيل ثم قيل على أن المرأة لما تتولى أمرا يعني أمر من أمور مؤسستية إلا وتحسم فيه ثم تنجح في تدبيره لماذا؟ لأن دائما تستحضر القوانين تستحضر المساطير ثم تستحمل الواقع بالإضافة إلى المنطق وهذا ما أعطاها بطبيعة الحال يعني قيمة مضافة في مجال تسيرها بقية الإشارة فقط على أن العروض كان ثلاثة الديمقراطية التشاركية الديمقراطية التشاركية تم الحديث حولها فيما يتعلق بمحوارين محوار مقبل دستور 2011 ومحوار مقبل دستور ما بعد 2011 محوار مقبل دستور 2011 تم التطرق إلى القوانين التي ظهرت في ميثاق الجماعي لسنة 2000 وجوجه 2000 والمعدل لسنة 2000 والتي تتعلق أساسا بالمدستو 30 التي كانت تتحدث أساسا عن مخطط الجماعي للتنمية الذي أوصى بضرورة أن يضع رئيس مجلس مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي وبيئي بنهج مقاربة تشاركية بطبيعة الحال مع الاختبار مقاربتنا وهذه إشارة إلى أن المقاربة التشاركية أو الديمقراطية التشاركية كانت قبل الدستور ولو فقط من خلال بعض النصوص ونعم ثم المادة 14 التي كانت تتحدث عن إمكانية تشكيل هيئة لجنة المساوذة ذكا فوق الفرص وهي إشارة واضحة إلى مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية إما عن طريق الاستشارة فقط أو عن طريق أخذ رأيها في أمور يرىها رئيس المجلس الملدية على أنه من حقه أن يستشير هذه اللجنة ووضعت هذه اللجنة من أجل الاستشارة من طبيعة الحال على مستوى فقط ما يسمى بالمساوذة ذكا فوق الفرص لماذا؟ لأن هناك لجنة أخرى تختصوا في اختصاص بقية الإشارة كذلك إلى أنه بعد الدستور 2011 تم تطرق إلى الديمقراطية التشاركية من ناحية المستوى الوطني ثم الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي فعلى مستوى الوطني تمت الإشارة إلى الفصل الثناش باعتباره أو الفصل الثلتاش باعتباره فصلا يتحدث عن هيئات أو عن آلية الهيئات الاستشارية وهذه الهيئات الاستشارية التي يكلف لها أمر أو أمر إعداد وتنفيذ وتفعيل وتقييم سياسة العمومية ثم الفصل الاربعطاش الذي يتحدث عن آلية الملتمسات الملتمسات من خلال القانون التنظيمي اربعة وستين على الاربعطاش الذي يوصي بضرورة بضرورة اعتماد الفين الف خمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف موقع ثم المادة الربعطاش التي تتحدث عن آلية العرائض وهي آلية كذلك تم الحديث عنها خلال الدستور 2011 تم تنظيمها بالقانون التنظيمي رقم اربع وربعين أربعطاش وأوسط واشترطت ضرورة توفر على خمسة الف توقيع بالنسبة للعارض بالإضافة إلى الديمقراطية التشاركية على مستوى الترابي من خلال الجهات والعمالات والأقاليم والأقاليم ومجلس الجماعات التي تشارطوا بطبيعة الحال الهيئات آلية للحوار والتشاور على مستوى المحل ثم الهيئة المستوى تكفر الفرص التي قيل عنها الشئ الكثير ومدى الفرق الموجود بينها وبين اللجنة وكلاهما تعد استشارية لكن بالنسبة للهيئة تعد أكثر إلزامية من المقارنة مع الأولى لكونها لدتم التنظيم عليها بالقانون التنظيمي والقانون التنظيمي يعتبر ثاني قانون بعد الدستور لذلك أعتبرت الهيئة هيئة ملزمة على اعتبار أن جميع النصوص الواردة في القانون التنظيم 113 على 14 ملزمة بحكم أن هذا القانون يريد بعد الدستور ثم تعرضت كذلك المدخلة الثالثة والأخيرة إلى ألية العرائذ من خلال المواطنين وكذلك الجمعيات وهذا من أجل بطبيعة الحال هذا من أجل بطبيعة الحال يدرج نقطة بجذول أعمال الضوارات العادية شكرا للمشاهدة